هكذا يتم تسوية مشكلة الصحراء الغربية لم تشرع الأمم المتحدة بشكل جدي في البحث عن حل لأزمة الصحراء الغربية إلا بعد عقد من الزمن من اندلاع الحرب بين أطراف الأزمة فقد كانت منظمة الوحدة الإفريقية هي الهيئة التي بادرت إلى إيجاد حل تصالحي في الصحراء منذ اشتعال الحرب وخاصة في مؤتمرها المنعاقل بأديس بابا سنة 1983 لكن انسحاب المغرب سنة 1984 من المنظمة عندما اعترفت بجبهة البوليزاريو عضوا فيها حال دون وصول مساعي منظمة إفريقية إلى أي حل وحينئذ حلت منظمة الأمم المتحدة محل المنظمة الإفريقية وقد بدأت سلسلة من الإجراءات نتجت عندها في الحصيلة النهائية عدة اقتراحات تسوية نهاته الأزمة أولا مقترح خطة الاستفتاء كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت قرارها رقم 50 في ديسمبر 1985 بشأن أزمة الصحراء ونصها لتكليف الأمين العام للمنظمة الدولية بالعمل على إيجاد حل يرضي أطراف النزاع على أن تكون بداية المساعي التوصل لوقف إطلاق النار الذي يعتبر حسب القرار شرطا أساسيا لأي عمل سلمي وقد طرح الأمين العام السابق للأمم المتحدة خفير ديكويلار في 1988 على المغرب والبوليزاريو خطة لتنظيم الاستفتاء في السحراء وسيقود هذا التصور في حالة إجراء الاستفتاء إلى أحد الخيارين إما الانضمام إلى المغرب أو الاستقلال عنه ولقيت خطة ديكويلار نجاحا في البداية تمثلا في قبول الطرفين في الخطة والموافقة على وقف إطلاق النار وقد سكتت المدافع في الإقليم فعليا تمخضا عن هذا المقترح إنشاء بعتة الأمم المتحدة المكلفة بالاستفتاء في السحراء الغربية والمعروفة بالمينورسو بتاريخ 30 أود 1988 بقرار من مجلس الأمن الدولي يحمل الرقم 690 وطبقا لتقارير الأمين العام المتحدة خلال 8 سنوات من العمل قدمت بعتة المينورسو جملة من الاقتراحات من ضمنها أن من يحق لهم التصويت في الاستفتاء هم لائحة الصحراويين الذين تم إحصائهم من طرف الإدارة الإسبانية سنة 1974 وقد قدم المغرب 131 ألف طعن على اللائحة وفي ديسمبر 1999 أعلنت المينورسو توقف خطة الاستفتاء الأممية للصحراء بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين على من يحق له التصويت وعلى ذلك الآساس تم إلغاء الموعد الذي كان مقررا للإستفتاء وهو السادس من ديسمبر 1998 مقترح تقسيم الصحراء تقترح خيار التقسيم إعطاء المغرب إقليم الساقية الحمراء وهي ثلثة الصحراء وإعطاء البوليزاريو إقليم وادي الذهب وهو الثلث الباقي حيث تقيم دولتها المستقلة وهذا الحل الذي صدر حسب بعض المتابعين عن الجزائر والذي لا يرغب فيه المغرب إذ يرى فيه مساسا بسيادته واقتطاعا لجزء من أراضيه ولا ترغب فيه حتى البوليزاريو أيضا التي تريد إقليم الصحراء كاملا مستقلا لا منقوصا مقترح اتفاق الإطار صدر في الخامس والعشرون من جويل يالي سنة 2000 قرار الأمم مجلس الأمن رقم 1309 المتضمن لمبادرة الفرنسية الأمريكية التي تقترح حلا سياسيا لمشكلة الصحراء فدعا جيمس بكر ممثل الأمين العام للمتحدة المكلف بنزاع الصحراء أنذاك الطرفين إلى حل تفاوضين يستبعد خطة الاستفتاء وهذا ما دفع برئون المتحدة إلى تقديمه اتفاق الإطار العام أو الحل الثالث وينص على أن تمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا مع البقاء تحت حكم المغربي في غضون خمس سنوات يمكن بعدها إجراء الاستفتاء وقد وصف هذا المخترح بالحل الثالث أنه جاء لي انضاف على خيارين سابقينهما الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب لذلك كان حديث السنوات الماضية والفرق بين هذا الحل وبين الانضمام إلى المغرب هو أن الحل الثالث يمنح الصحراء استقلالية ذاتية موسع دون دمجه الكلي في المغرب ويقترح مشروع الحل الثالث أن تكون الجزائر وموريطانيا بمثابة شاهدتين عليه وفرنسا والولايات المتحدة بمثابة ضامنتين لتعزيز التسوية وتنفيذ الاتفاق وقد قبل المغرب الحل الثالث ورفضته البوليزاريو والجزائر رابعا مقترح الحل الوسط ورد هذا المقترح في قرار انتخذته الأمم المتحدة بشأن النزال الصحراوي يحمل رقم 1495 وصدر في الثلاثون من جوليا 2003 ويشكل هذا القرار حلا وسط يجمع بين خطة التسوية التي اقترحها جيمس بيكر ومواصلة الجهود مع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق عام يتألف من إعطاء حكم ذاتي لسكان إقليم الصحراء فترة تتراوح ما بين الأربع وخمس سنوات الاستفتاء لتحديد مصير سكان الإقليم بعد هذه الفترة دعوة الأطراف الأربع المعنية بالأزمة إلى العمل مع الأمم المتحدة والعمل فيما بينها باتجاه الموافقة على خطة السلام وقد حظي هذا التصور بتأييد الولايات المتحدة موافقة جبهة البوليزاريو والجزائر في حين رفضه المغرب مؤيدا من طرف فرنسا ورغم تعثر الوصول إلى اتفاق على أي من هذه المقترحات فإن بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية ما زالت قائمة وقد تعاقب على قيادتها مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين عرفوا بالمبعوثون الأمميون للصحراء الغربية لكنها لم تستطع إنجاز أكثر من تنظيم جولات مفاوضات بين طرفي الأزمة وهو ما جعل الأمم المتحدة تهدد بالإلغاء عمل هذه البعثة التي قالت إنها كلفت خزانتها مليارات الدولارات دون جدوى وللإشارة فمقترح الجزائر لتنظيم الاستفتاء هو الحل الأنسب على حسب رأيي أنا كجزائري الاستقلال للصحراء الغربية دمتم في أمان الله